يعني المباردنا عرضا رأيك فيه لا حلو بص المباردنا عرضا كانت حلوة تمام الزمالك مش هنقول ان هو قد أحسن حاجة لكن قدر ان هو يكسب فرقة بيرامجز فرقة كبيرة طبعا في لعيبة محترمة لعيبة مميزة ماتش كان صعب على الفرقتين طبعا قدر الزمالك يحسم الثلاث نقاط آه فيه شوقات أخطاء بس ده وارد وده طبيعي ليه الزمالك النهاردة بعد الغول يعني الغول جيب الديار الرابعة بس الزمالك تراجع كثيرا ما كانش دي يعني أنياب هجومية في المباراة رغم ان البرامج برضو كان عنده بعض المشاكل الدفاعية باق بينها من أول دقيقة بس الزمالك ما استغلش ده في المقابل حتى الزمالك دفاعيا ما قدمش مباراة كبيرة وكان فيه فرص للبرامج لازم تعرف برضو ان الزمالك عنده نواقص يا كريم ونواقص مهمة جدا يعني لما نيجي نتكلم على الوينش ده مهم جدا لكن انا اتكلمت قبل كده على الوينش الناس كانت بتتكلم على حسام عبد مجيد انه هو لعيب كويس قلنا اقول لعيب كويس لكن لسه خبرات لسه ما يشيلش الدفاع وانا قلت الناس يعني انا قلت قبل كده وممكن معاك قلت انه هو متدف بالوينش طبعا وكان متدف بمحمد عبد غاني يمكن الناس استغربت الطريقة كمان كابتن ويل الطريقة كمان مدفية انت بتلعب بتلاتة غير اثنين اكيد والناس استغربت لما قلت كده لكن النهارده الناس شافت الوينش ليه تأثير كبير قوي في الناحية الدفاعية انت النهارده بتكلم على الزمالك ما عندوش فيرود يعني انت النهارده الجزيري غايب فما تحسش ان فيه فيرود يعوى بالجزيري مع احترامي طبعا للموجودين تمام النهارده انت انا مستغرب ان الزمالك بتتكلم ما عندوش غير اثنين فراودة بس صعب جدا ان فريق نفس على بطولة او بطولتين او تلاتة او اربعة او خمسة ما يبقاش عندو غير فيرودية بسوعة او تلاتة ما يعطوه برسيف الجزيري واكاينولا ويوسف حسن يوسف حسن لسه بدر عليه يعني يوسف لسه صغير 2003 لسه بدر اللي حد ما ااخد خبرات لازم يخش وسط ناس تقيلة شوية عشان تتقل اوه انت كابتن واحد الاول كلمة قلتها لي النهارده كاس العالم والكرة المصرية ما انت هات انت اللي كده بتسخنه اوه عندو عشرين سنة هنتعامل بقى برضو لسه صغير ده في لعيبه في كاس العالم بتلعب 18 و 19 سنة وبيكسر ما تكرنش ليه ما تكرنش ما هجيب تبقى مشكلتنا احنا نحن ببقاش باللعيبه دي بدري مش اي حد يلعب هو عندو 19 و 19 سنة لازم لعيب يكون لعيب اولا عندو شخصية وعندو رؤية ولعيب بقى سابق سنه ده تقدر تقول ان هو يلعب ما فيه لعيبه في اجيال تانية لعبتو يا 18 سنة لكن مع الاختلاف النهاردة مش كل واحد عندو 18 سنة يلعب انت عارف ان الاجيال دلوقتي الموهبة قلت والناس كلها عارفة والناس كلها معترفة صح فالنهاردة اذا كان الموهبة قلت في اللعيبه الكبار تخيل ان العيبه عندو 18 و 19 سنة نجرب بقى لا مفيش حاجة اسمها تجرب ما هجرب اجرب الناس الصغير لا ما انت هتجيبني الحاجة تانية يا كريم لان القاعدة من تحت فشلة يعني قاعدة الناشئين اصلا فشلة فكون انك تطلع لعيب عندو رؤية وعندو شخصية وعندو يعني قدر ان هو يلعب و هو 18 سنة درجة اولى في نادي بينافس على اربع خمس بطولات الامور ما بقيتش سهلة زي الاول غير زمان زمان كانت الموهبة كتير قوي فلما كان يبقى فيه لعيب عند 18 سنة كان اصلا هو لعيب موهوب لما نجي نتكلم على شيكبالة احمد حسان ميدو نتكلم على ناس اصلا موهوبة نتكلم على عبدالله السعيد يعني هذكر لك ناس كتير دلوقتي تقدر تذكر لي كم اسم مفيش فلازم تعرف ان الموضوع اختلف لان زي ما قلتلك القاعدة من تحت فشلة لان التعليم حتى من تحت والاهتمام بقى غير الاول وغير زمان صحيح نتكلم